واضح ان شيرين عبدالوهاب مكملة كتير الفترة اللي جاية تاني دعوة امي صابتني ده كله يا شيرين بسبب ان امك مش راضي ياه عنك امك اللي انت ترطيها من بيتك وده كل ده علشان خاطر حسام حسام حبيبي اللي انت قلتي عليه اللي يشوفه يتبول عليه حسام اللي قلتي ما انفعش يبقى راجل وانا بصرف عليه تعال اقول لكم الازمة الجديدة بشيرين عبدالوهاب وكمان بناتها ابنها تخلت ايضا عن بناتها علشان خاطر حسام حبيب بناتها فين وموجودين مع مين وبيعملوا ايه والدتهم بعيد عنهم عايشة في لبنان بعيد عن والدتها عايز اقول لكم تفاصيل يمكن تجرح ناس كتير وناس كتير ممكن تهاجمنا وتقول لا شيرين هي نجمة مصر الاولى والفنانة الموحدة ولكن انتشر على السوشيال ميديا اخبار كتيرة جدا هتدهشكم بصراحة شيرين عبدالوهاب لسه مخلصناش من الازمة بتاعة رجاها الحسام وانها رجعت من بعد كده الادمان وان احنا اكتشفنا انها كانت بتشرب وبتذكر وبتعمل حاجات ودي حياتها وهي اللي هتشيل مسئوليتها ولكن الوجه العام ان شيرين فنانة مصرية بتمثل مصر في كل المحافل الدولية ودي حاجة مش هنقدر ننكرها بتطلع تعمل بقى سويا حفلات بتعمل برامج خارج مصر لكن بتطلع وهي سكرانة بتطلع وهي في غير وعيها الازمة الاخيرة الخاصة بيها الناس كلها قالوا لها يا شيرين اللي بيحصلك ده بسبب دعوة امك دعوة امك اللي غضبانة عليك اللي انت ترطيها من بيتك انت وحسام شيرين كانت قاعدة عند خال حسام وطبعا والدتها كانت بتحاول تتواصل معاها فلما راحت علشان تزورها هي طردت امها طردتها وقالت لها انتو السبب وانتو فضحتوني مع الاعلامي عمر اديب لما والدتها طلعت وتكلمت وقالت بنتي قاعدة بقالها تلات اياب مع حسام في شقة الوحديهم وهم في الوقت ده ما كانوش متجوزين قاعدين يسكروا وكمان يشربوا وانا عايزة بنتي طيب ما حسام طلع وقال عليك كلام كتير طلع وقال ان انت برضو بتشربي وانك ما تسويش واحدة ستة وكلام تاني بلاش نقلب ونقوله لكن هي بس دعوة الام وعدم رضاها شيرين في ازمة تانية اولا خاصة ببنتها وهنعرف بسبب ايه وازمة كمان بسبب شركة روتانا اللي هي متعقدة معاها علشان تعمل لها كذا البوم شيرين لحد الان ما عملتش اي حاجة او بمعنى تاني الاغاني اللي عملتها تم تسربها ويقال ان ده بسبب شيرين عبدالوهاب شيرين طلعت تصريح اليوم وقالت هما اللي استغلوا صوتها في تسجيل اتنين الابم واستغلوها وهي ما كانتش على علم بكل ده قالت ايضا ان في شرط بيسمح ليها انها تفسخ التعقد وقت ما تحب شركة روتانا رفعت قضية بالفعل على شيرين وقالت ان شيرين لأ هي اللي خلفت الوقود وبطلبوها بتعويض ماد كبير جدا اما تكمل الالبومات اللي المفروض كانت تسجلها شيرين في ازمة جديدة بسبب هذا الامر وانها مش عارفة تشتغل الازمة التانية وهي الخاصة ببناتها ناس كتير بتقول فين بنات شيرين هانا ومريم قاعدين مع مين هما قاعدين مع خالتهم خالتهم اخت شيرين عبدالوهاب هما ليه ما بيروحوش لابوهم اعادي ابوهم بياخدهم كتير وبيخرجوا سوا كتير ولكن هما عايزين واحدة عايزين ام عايزين احدة تتكلم معاهم تبقى قريبة منهم اللي بتوفر ليهم كل ده خالتهم خالتهم اخت شيرين عبدالوهاب انسانة فاضلة طبعا متلبية او بتلبي كل طلبات بنتها او بنات اختها شيرين عبدالوهاب قاعدة حاليا في لبنان ومعها طبعا حسام حبيب وكان لسه في ازمة لما طلعت رأسة قدام الجميع في حالة كلها يعني كلها كانت وحشة ما كانش ينفع ابدا تطلع تعمل كده خصوصا ان ابنتها كانت موجودة معاها موجودة معاها في مكان كله خمور وكله شرب كل الاخبار دي انتشرت خلالها كام ساعة على سوشيال ميديا وكمان انتشر اخبار اكتر من كده ان حسام بيعملها معاملة سيئة وانها بقت مكسوفة تطلع مشاكلها مرة تانية في العلن وناس تقولك ده كله بسبب دعوة امها ان دعوة امها صابتها وان امها مريضة وتعبانة من وقت اللي حدث لبنتها لانها ولا تتواصل معاها ولا بتشوفها ولا حتى بتيجي تزورها رأيكم يا ترى فعلا كل اللي بيحصل لشيرين بسبب دعوة امها ولا هي اللي بتختار وده اختيارها وهي حرة فيه رأيكم مهم شكرا